طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء وهات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديثه غسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آلست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوهد المقدس قوى وأنا اخترتك فاستمع لما يرحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ألا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بأميرك يا موسى قال هي عصايا توكأ عليها وأهش بها على غنبي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حيتها تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سهرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشركه فيه أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كاتب نبصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو الأم وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقرع لعينها ولا تحزن وقتلت نفسها فنجيناك من الخم وفتناك فتونا فلبثت سنين فيه أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي إذهب أنت وأخوك بآياتي ولها تنيها فيه ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طقا فقولا له طهله لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط عليناها أو أن يقضى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قالا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قالا فما بال القرون الأولى قال علمها عاد ربي في كتاب لا يضل ربي ولا يأسى الذي جعل لكم الأرض مهدم وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تهرة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا نوسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانها سوا قال موعدكم يوم الزينة وأيه يخشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتروا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا نجوا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبى بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلام قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلام وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمتم له قبل أن آذن لكم إنه أول كبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع المخل ولتعلمن أينا ولتعلمن أينا أشد عذابها وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فقرنا فاقضي ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه هو من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمن قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار لعنهار خالدين فيها وذلك جزاء ما تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقها في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هذا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن هاتاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا نوسى قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملناها أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوارا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضروا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون منها قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إليهم موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لناسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وسالهم يوم القيامة حملا يوم يوافخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم ويسألونك عن الجبال فقل ياسفها ربي نسفا فيذرها قاها صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجلا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا أقما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم أجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا ودول لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تطمأ فيها ولا تضحى فوسوس إلي الشيطان قال يا آدم ولدلك على شجرة الخلد وملك لا يبنى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يحصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوام ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهنا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن لوم عيشة ضاكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك تذكى آياتنا فنسيتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفنم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأقراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيهم ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لغلاء أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخسا قل كل متربصوا فتربصوا فستعلمون أن أصحاب السراط السوي ومن اهتدى